الثامن من آب يوم انتهاء الحرب العراقية الإيرانية بعد سراع دام ثماني سنوات بقرار دولي ألزم طرفي النزاع بإيقاف العمليات العسكرية البداية في الرابع من أيلول عام ثمانين عندما قصفت إيران المخافر الحدودية والمدن في العراق ثم تنصلت عن تنفيذ بنود اتفاقية الجزائر التي وقع عليها سابقاً الطرفان عام خمسة وسبعين بالإضافة لرفع شعار تصدير الثورة الإيرانية وأن طريقة تحرير القدس يمر عبر كربلاء كما واعتبر الخميني نظام الحكم في العراق نظاماً كافراً ولا ينبغي له الاستمرار بحكم البلاد وفي الثاني والعشرين من أيلول قصف العراق أهدافاً استراتيجية وعسكرية في العمق الإيراني وردت إيران بقصف أهداف مدنية عراقية كما وكلفت الحرب كلا الطرفين خسائر بشرية واقتصادية جسيمة في أطول حرب معاصرة دام ثماني سنوات هذا ورفضت طهران كل الوساطات العربية والإسلامية لإيقاف هذه الحرب حتى جاء الثامن من آب عام 1988 لتعلن إيران قبولها قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار بين البلدين الصادر عام 1987 بعد عام من رفضه وهي الموافقة التي وصفها الخميني آنذاك كالذي يتجرع السم ترجمة نانسي قنقر